بسم الله ابنائي وبناتي طلاب صف سامن اهلا وسهلا بكم مع مستر ابن غني السهاجي قلنا النهاردة دخلكم قاعد الامتحان علشان اشتغل كتاب وورك بوك على بركة الله يلا بينا ما تنسوش لعول مرة تزولوا القناة اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يكمل مع بعض المنهج بازن الله على بركة الله يلا نروح كتاب نشاط وورك بوك يونت سيكس كتبين يا ولاد عشان الوقت يوزينج انجليش لسينز وان انتو ادى سياتر في المسرح لابل زبكت شهر افزا سياتر لابل يعني ضاع العنوين لابل ملصقة تمام يا ولاد بنبص احنا على الصورة ونحدد نمبر ون حلاه هو اوديانس اوديانس المشاهدين الجمهور رقم تو اللي على خشبة المسرح اكتر ممثل نمبر سري الناس اللي بتعزف موسيقى جروب دول اوركسترا رقم نمبر فور كيرتن سطارة نمبر فايف سيناري اللي هي خلفية او منظر طبيعي اللي بيبقى في المسرح نمبر تو وان ويرد is missing from each sentence كلمة مفقودة من كل جمل رايد زامي سينجوير انزا كوريكت بلايسي اكتب الكلمات المفقودة في الاماكن الصحيحة نحن ذهبنا الى المسرح لكي نشاهد ميد سامر نايت دريم حلم مسرحية حلم ليلي تصيف لافت نايت الليلة الماضية سام ماي فرند لا انت لو قلت سام فرند مايشي هتقول ماي بقى سام أوف ماي فرند يبقى الكلمة لنا أقصى يا أولاد مستمتعت فين المفقود به يولاد كان عرض جايد كانت مرسومة بيزا ستيودينت الطلاب واسطة الطلاب واسطة الطلاب ويوئيينك أجيم تمورو ويوئيينك أرسواء كتبنا كاملا أو أبوستروف إري تمورو سنذهب مرة أخرى غدان إي تيليو غداني بأي ويل تيليو مور أبويت هاحكي لك أكتر وين أبويت إتوين إي تيليو سواء وليا ولت كاملا أو أبوستروف إلي ليل Exercise three. Match the two parts of the question, then match each one to an answer and write them out in full. عايز يكتبهم يا ولاد هنا كاملين. أنا كتب بالأرقام. نكسب وقت. نعمل المتش الأول وبعد كده نتفق على الإقابة. مخ� intercept. نتفق على الإقابة . هل انت شاقر gibt هل نفتد xen Democrats تسمى يا اولاد نشوف رقمت يا انت . هل انت شاقر في حفظ النصوص المسرحية سناريو رقم 3 yes I am but there were a lot to learn ولكن هناك الكثير لكي أتعلمك 4 how many performances did you give كم عدد العروض اللي انت قدمتها تمام يا أولاد رقم 4 3 5 have you got a good memory هل لديك زاكرة قوية yes I have fortunately نعم لحسن الحوس number 6 are you a good artist هل أنت فنان جيد هل أنت رسام جيد yes I love painting scenery أنا بحب راس الخلفية what practical number 7 what practical and technical skills do you have ما هي المهارات الفنية والعملية التي تمتلكها none I'd be no good at doing scenery painting or stage lighting ولا حنج number 8 would you rather be an actor or a director هل تحب أن تكون ممثلا أم مخرجا I'm happy being on the stage أنا حب أكون على الستيج حشبت المصرح it's more fun أكي يا أولاد هتكتب هنا سؤال تكتب هنا سؤال سؤال Lessons 3 and 4 the story of ألاء الدين part 1 قصة ألاء الدين الجزء الأول solve the puzzle to find the mystery phrase in the story of ألاء الدين تمام يا أولاد اقرأ حل اللغة لكي يتجد the mystery phrase in the story of ألاء الدين تمام يا أولاد احنا كتبنا الكلمات تحت أهو وبعد كده انتو بتكتبها في المربعات number 1 in the story of ألاء الدين it was in the garden في قصة ألاء الدين كان موجود في المربعات في قصة ألاء الدين كان موجود في المربعات number 6 نقم ستة ووز from this country مروكو اللي المغرب يا أولاد كان اسمها مراكش في الماضي number 4 valuable things أشياء قيمة such as مثلا يول المقوهرات silver الفضة and number 7 treasure اللي هو الكنز number 5 5 number 6 الأولاد الدين ألا الدين, 10 coins ألا الدين, 10 coins made of this مصنوع من أولاد مصنوع من أولاد نمبر 8 ألا الدين ألا الدين ماذا رأي this because they needed money كتن number nine a person a شخص who makes clothes clothes or clothes number ten it was the wish of this person كانت أمنيت هذا الشخص ذات ألاء الدين should become number nine أمنيت من يا أولاد؟ father 11 ألاء الدين ran like the wind جرى مثل الريح to tell his mother about the man he had met ليخبر أموه عن الرجل الذي قابله a place where you can buy things مكان حيث تستطيع أن تشتري الأشياء market 13 drops of water that come from your eyes قطرات من الماء التي تأتي من عيونك when you cry عندما تبكي هي تيرز الدموع كده يا أولاد نقدر نحدد the mystery phrase العبارة اللي هي اللغز اللي إحنا عملناها اللي هي ذات مرة اللي هي يا أولاد إيه؟ ذات مرة once upon a time once العبارة اللي هتطلع علينا يا أولاد once upon a time ذات مرة هنحكي حدوتة يا أولاد once upon a time وبكده يا أولاد نكون خلصنا أربع دروس كتاب النشار على بركة الله شكرا يا أولاد ويا رب يكون أفدتكم ما تنسوش تفعلوا الجرس في انتظار كومنتاتكم إيجابي وسلبي انشروا لينك الفيديو وفي جروباتكم وكلمتين حلوين نلاقي ناس تشجعنا يا أولاد نكمل بإذن الله شكرا وإلى اللقاء ببقية الدروس